يعني القصة دي مهمة جدا قصة سواء الفاكت شاكين بس أنا كمان عايزة أسألك في الالجريزم إزاي أن مثلا وده اللي كان بيقوله عماد أنه إزاي مثلا في قصة زي مثلا أي قصة جريمة شيء قض شيء غريب وفجأة لقيا مصطفى طالع لنا بشكل تكراري وكأنه ده أهم حاجة فأنا أكون مثلا فتحت الخبر ده أدور عليه ففجأت أنه بيجي لي كل الأخبار المشابهة فيصبح ده يمثلي هو ده الوضع القائم هو طبعا الألجريزم بيحاول يدور على إيه الحاجة اللي هتلفت نظر الناس ويقعود يتفرجوا عليها فبالتالي يجي لي وقت طويل على الإنترنت وبالتالي إعلانات كتيرة وبالتالي دخل كتير ويمكن هنتكلم هنا عن الاقتصاد المؤثر جدا في المأساة دي يعني عدم وجود دافع للإكثار من دخل الإعلانات دوت حيساعد كتير جدا العمل الصحفة وأظن أن في مؤسسات وفي نجي أوس كتير جدا في العالم كله بتساعد وجود صحافة لا تعتمد على دخل الإعلانات لأن الإعلانات دلوقتي اللي ما بيحكمهاش المؤسسة لا الإعلانات النهاردة بيحاجرها اللي بيحكمها هو الألجريزم كل ما حاول أرضي الألجريزم كل ما أنا بقع في أخطاء كثيرة طيب أكرم قد يكون الكلام اللي بيقوله مصطفى يعني يبدو مثالي جدا أنا في النهاية كصحافة وكمواقع أنا أسيرة الإعلانات لازم أقولي حقيقة يعني بما أنها مؤدس مصطفى الحقيقة كلام مهم جدا وهو مدرك تماما معانا على الخط يعني هو بيقول أن الصحافين أو التكنولوجيين ما عندهمش حلول الحقيقة أنه في حلول إحنا حتى في اليوم السابع وصلنا في الجراءة طالبنا بيها مبكرة أنه السوشيال ميديا أو المواقع زي جوجل وفيسبوك وغيره بتبيع إعلانات رخيصة وبالتالي بتضرب صناعة الإعلام في مصر اللي هو بذل ما بيجيلي بيروح وبالتالي الدول الكبرى فرضت درائب على هذه المنصات بالشكل اللي يخلي الإعلان عادل اللي هو هيجيلي بنفس التمن اللي هو هيروح بيه أما سوى دلوقتي خلاص أظن فيه درائب على لا حصا تقصدك درائب على إيه؟ على أنه هذه المؤسسات ما بتفردش ما بتدفعش درائب في مصر هي مش موجودة في مصر وبالتالي درائبها فقط كنشاط في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دول بعض الدول وأظن التمانية الكبار في الصحف الكبيرة طلعوا وكانوا قالوا إحنا اللي بنعمل المحتوى وبالتالي من حقنا أن يكون فيه عواقب بدأت فيسبوك تدفع الجزء اللي بيشير في إيه؟ برنسا وأستراليا إنه إنه بعض الإعلانات اللي بتنزل عندنا دلوقتي بدأوا يدفع فلوس وإنت فاكرة أزمة استراليا اللي هي فيسبوك هددت إنها توقف النشر للمؤسسات الحكومية حصلت أزمة والتهم وفيسبوك بالديكتاتورية ففكرة الترند أو الإعلان ده حزبة يعني لازم بيعندي حزبة اقتصادية ولكن أنا النقطة الرئيسية فيما اتعلق بالنقطة المهمة أو اللي أنت أشرت إليها فكرة إنه إنه مجتمع كله جرائم لاحظي إنه صورة مصر طول عمرها كانوا بيقولوا إنه السينما أو شارع الهرم أو لو أنت فاكرة ده إنه مصر صورتها كذا بقى إنه عندها قوة نعمة وعندها سينما مختلفة وعندها نجيب محفوظه وصلاحه بوسيف عندنا النهاردة فيه حركة ضخمة جدا من البناء وإزاي دي متغطي عليها مقابل إن أنا طول الوقت بتخاني مع ملاحظة أنا أنا توقفت عن نشر وهقول لحضرتك حل مهم جدا توقفت عن نشر أخبار النميمة تماما جرائم التحرش وغيره مش إنكارا للحقيقة لكن تأكيدا لفكرة إنه ما تبقاش الصورة العامة بهذا الشكل ولكن ده محتاج مواسق شرف مشتركة إنه الصحف كلها تكون ليه؟ أنا ما نشرتش بس زميل ينشر بس